اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ان مملكة البحرين نجحت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في اتخاذ خطوات سباقة منذ بداية تفشي جائحة كورونا ورسمت مسار عملها بناء على الثوابت الوطنية الراسخة في مراعاة حقوق الانسان والحريات العامة فحققت بذلك نتائج مثمرة في تطويق تداعيات الوباء وتوفير العلاج واللقاحات المعتمدة دوليا لجميع المواطنين والمقيمين مجانا ونالت شادة واعجاب الدول والمنظمات العالمية جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيسة مجلس النواب حول موضوع تجديد التعاون المتعدد الأطراف والحوار لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل وتعزيز الوصول إلى اللقاح باعتباره منفعة عامة وخلال ترأسها وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية الثانية والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وذكرت معاليها أن العمل الوطني في مملكة البحرين ارتكز على قاعدة متينة من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتضافرت الجهود لتحقيق أهداف فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يحقق الاستقرار للوطن والمجتمع على كافة المستويات ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن البرلمانيين كممثلين عن الشعوب معنيين بالبحث عن تدابير عملية والخروج بتوصيات فاعلة يمكن معها وضع آليات تضمن حصول شعوب الدول منخفضة الدخل على العلاج واللقاحات لدى أن تحقيق التوازن في ذلك أمر مطلوب للوصول إلى المناعة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر